ده صحيح وكل كلام اللي حضرتك بتقوله كلام مؤكد وكلنا بنعترف به لكن للأسف فترة الأخيرة الصورة اللي احنا دايما بنشوفها بنشوف بعد كل أحداث فتنة طقفية رجل الدين المسيحي بيعانك رجل الدين المسلم بيقوله البعض ما فيش حاجة والأمور هادئة وإحنا كلنا أولاد نسيج وطن واحد مع أن ما تكونش دي الصورة الحقيقية مش دي الصورة اللي احنا فعلا بتظهر لنا طيب بدل ما نركز على إيه اللي بيحصل بدل الحدث ما نشوف الخطاب الديني من المدايا عامل ازاي سواء في الكنائس أو في الجوامل نعم هل ريك شايف الخطاب الديني في مصر دلوقتي سليم؟ أنا أولا يعني قولت يعني ما قولت أن احنا دايما بنرفض أن المسلم يتعانق مع المسيحي مش بنرفض ده مطلوب اللقاءات مطلوبة طبعا مطلوب لأنها هي التي تجلب الود وتجلب المحبة أنا ضد يعني أنا الحقيقة هناك في الفترة السابقة الحقيقة أنا بسمنه لأن كان هناك اللقاءات متكررة بين الكنيسة وبين المؤسسة الدينية الإسلامية والحقيقة اللي عمل فضلة الإمام من البيت العائلة المصرية ده شيء مطلوب جدا مطلوب أن نجتمع سويا ونناقش الهموم لكن كل يعني والذي أدى بنا إلى ما وصلنا إليه الآن عدة أمور أولا إحنا لابد القطاب الديني الحقيقة قطاب معتدل إلا بالبعض سواء من المسلمين أو المسيحية يعني اللي يفهم إسلامه فهم جيد يجب الإسلام بيأمرنا أن نعامل المسيحي كالمسلم سواء بسواء ما بينه وبين ربه أمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسب عبادة العقيدة إذا كتواهية أو ضعيفة أو غير صحيحة ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أراد هذا الاختلاف الكائن الواقع في الكون ولو شاء لجعلكم أمة واحدة هذه الاختلافات في بعض الأمور التعبدية أو العقدية مردها إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى والمجوس والذين أشركوا النهاية إن الله يفصل بينهم يوم القمشان اللي أفصل أنا لا أحاسب لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر هذا هو الفحم الصحيح للعقيدة الإسلامية والإسلام دين السماح يأمرنا أيضا بالعدل بين الجميع والمساواة بين الجميع لا نفضل أحدا على أحد حتى لو كان هذا الإنسان نبغض أمر الإسلام بأن نعامله بالعدل وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا أَقْرَبُوا لِلتَّقْوَةِ ده الإسلام الحقيقة أنا أرى أن ما رد هذه الأمور الحقيقة أنا أولا أمفي أن تكون هناك فتنة طائفية لم تحدث ولن تحدث بمشيئة الله هو بعض الأمور الاحتقانية وبعض الأمور الخلافية اللي سببها يا إما خلاف على شركة خلاف على مال خلاف على جيرة الحقيقة دي الأسباب التي أدت إلى وقوع تلك الكوارث وأنا أرى كيف نتخلص من هذه الأمور أولا تشدد مع كل من تسوي له نفسه بازدراء دين أو الإساءة إلى دين أو الاعتداء على آخر من الطرفين أولا تفعيل القانون لأن غيبة القانون خلال الفترة السابقة قانون دور العبادة الموحدة قانون دور العبادة الموحدة نحن نرحب بي ويمكن إحنا الحقيقة منذ زمن بعيد ونحن لقاءت مع الإخوة المسيحيين ويمكن الوزراء السابقين والحاليين وفضلة الإمام الأكبر هو دعا إلى سرعة في انتاء من دور العبادة الموحدة ويمكن إن شاء الله لدينا جلسة في مشيخة الأظهر يوم الأحد القادم لمناقشة هذا الأمر بإذن الله داحت رعاية فضلة الإمام تدينا فكرة عن هذا القانون عشان البعض ما يعرفش عنه والحقيقة المسودة يعني أولا أنا عايز أأكد على حاجة عايز أأكد على أن الإنسان اللي بيخش دور العبادة سواء كات إسلامية أو يهودية أو مسيحية إنسان يؤمن جانبه يعني إحنا كمسلمين نحبز المسلم يجب أن يسارع إلى مسجده وأيضا لا نمانع بأن يذهب المسيح إلى كنيسته لأن يعني لكن المفروض من يقوم بالوعظ بقى ودي مهمة مهمة أنا لأن الإنسان متدين بفطرته هنا علينا كعلماء إسلام وكقساوسة يجب أن ننبز العنف والكراهية ونبين سماحة الدين مع كل دين مع الآخر ودي مهمة جدا يعني أرجو أن يكون داخل الكنيسة ما هو خارجها وأرض أيضا ما بين أركان المسجد ما هو خارج المسجد دورنا دورنا كوععظ من الطرفين إن إحنا نبين سماحة كل دين ودي شيء مهم جدا الأمر الثاني الحقيقة اللي أنا عايز أأكد عليه بأن الإسلام أساساً بيحبز وينادي بأن كل واحد المفروض بكله أرضية يعود إليها ومنطلق يناجي منه أو فيه ربه اللي هو المسجد إحنا ما عندناش أدنى اعتراض على إقامة المساجد وكذلك إقامة لكن بضوابط وشروط واضحة وجلية وأنا عايز يعني ده هناك ما هو أبعد من هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إحنا لا نرفض بناء الكنيسة إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد سمح لوبد نصارى نجران أن يصل صلاة عيد الفصح في مسجده يعني فماذا بعد هذا وسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه حين دعي إلى الصلاة في الكنيسة رفض مش رفض لحرمة الصلاة ولكن رفض حتى لا يقال فيما بعد إن عمر قد صلها هنا فتقول الكنيسة إلى المسلمين يعني شوف العظمة ده كله مش حفاظ على المقدسات الأخرى ودور العبادة الأخرى ويمكن في آية قرآنية جميلة جدا الجهات شرعة في الإسلام لعدة أسباب الإسلام ما كانش في يوم من الأيام الدين اعتداء أبدا أبدا على أحد مهما كان جنسه ومهما كانت عقيدته الإسلام هو دين الحب والسلام لكن إذا احتضي عليه وعلى أبنائه كان هناك الرد القاسي جدا ولذلك في آية قرآنية تبين أسباب الجهاد إيه أزن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله شوف الأسباب وبعدين يبين من أسباب الجهاد ودواعيه إن أنا أدافع أدافع عن الكنائس والصوامع والبيع والمساجد يعني من حق المسلم أن يجاهد عن الكنيسة إذا اعتدي عليه وكذلك المسجد إذا اعتدي عليه يعني شوفي هذه عظمة الإسلام وتلك هي سماحة الإسلام الحقيقة أنا عايز أقول برضو إن إحنا لابد أن نربي النشئ في المدارس إحنا خايفين من التربية الإسلامية ليه طعم خايفين من التربية المسيحية ليه المفروض من رب الأبناء لدينا في القرآن الكريم آيات تحبب المسلم في أخيه النصراني وتدعو إلى الحسنة في معاملة وقولوا للناس حسنة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يقرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين وكلمة البر الحقيقة البر مع من؟ مع واحد مسيحي أو مع واحد يهودي نعم والبر كلمة جامعة لكل خصال الخير يعني شوف المعنى إن أنا يعني أتصدق عليه أوسيه في مصيبة أقف بجواره في كارثة كل هذا مطلوب وفر له الحماية والعدل والإحسان وإلى آخره تلكم هي عظمة الإسلام لكن هناك البعض من يحاول أن يشوه تلك الصورة والحقيقة هناك تحديات داخلية من داخلنا تحركها الأهواء والمصالح وهناك تحديات خارجية وأنا الحقيقة بنعي دايما على أقباط المهجر قال لهم مصر هي بلدكم اتقوا الله في مصر اتقوا الله في أقباط مصر قبل المسلمين برضو هذه الأمور هي التي تشعل دائما نار الفتنة يا رب طبعا الفترة الجاية علينا كلنا تعود بسلام يعني اللي قدر أركز عليه من كلام حضرتك دلوقتي أن الخطاب الديني مطلوب أنه يكون فيه ركابة عليه ومطلوب ومطلوبين يتم بطريقة صحيحة شكرا شكرا جزيلا بشكر كل المشاهدين اللي تابعونا النهاردة في نهارك سعيد بكرا إن شاء الله في يوم جديد وفريق عمل جديد ونهاركم سعيد نشوفكم بكرا شكرا جزيلا